موسيقى أول مرة جاء معرض الكتاب ومبسوطة جداً اللي أنا جاء اشتريت كتاب قلم نورسين كتاب حلو قوي من نورسين هي لكتباية ومبسوطة اللي أنا جاء معرض الكتاب ولسه نشتري كتب تانية يعني أحب القرية جداً وهبقى مبسوطة لأنا أجي كل مرة هنا أنا اسمي نور وأول مرة أجي هنا معرض الكتاب أنا قصاً ممتي أعمل رواية هنا فأنا جيت أعمل ماركتنج معها أبسوطة جداً جداً إن أنا جيت معرض الكتاب كناسي أجي من زمان أنا اسمي فريدة وأول مرة أجي معرض الكتاب وأنا مبسوطة جداً لأنا جيت أنا اسمي روكاية وأنا لسه جاء للمعرض الكتاب النهاردة أول مرة أجي أجي أنا مستقل إن أنا جيت ممي كتبا رواية هنا نحنا جينا نساعدها وأنا لسه نشتريتش حاجة بس أنا جداً أنا نرجع هنا تاني أنا روحت المعرض السنة اللي فاتت وممبسوطة النهاردة لأنا جيت وأختي أسان كانت بروية السنة دي اسميها لتتذكرين وأنا يعني مبسوطة أنها جيت للسنة دي كثير تاشرة فيه عندي 14 سنة دي يعني بنيجي المعرض من زمان جداً بس أنا النهاردة يعني ببقى مبسوطة أكتر عشان أختي عملت رواية اسميها لتتذكرين واللي بيعجبني في المعرض اللي هي القصص وبيعجبني الرسومات بس يعني دي تاني رواية ليه السنة دي اسميها هل تتذكرين المراهقين تكلم عن وعن الصداقات اللي بتستنزف طاقتنا والناس اللي العلاقات السامة اللي بحياتنا هي توعوية أكتر زي نعرف منها إصحابنا ونفضلش في علاقة بتستنزفنا المجرد ننا متمسكين بالذكريات القديمة اللي هي مع الأشخاص دي ناس اللي اتغيرت عجبني في المعرض الكونسبت نفسه إن البني آدم يقدر يكتب ويقدر يوصل في الماغه والناس كلها يقدر يعني هي فرصة لأي حد بيكتبه وفي رسالة إنه هيقدر يوصل رسالته موسيقى موسيقى